السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن المسلسل الكرتوني يونس والحود ومسلسل الكرتوني يونس والحود يحكي قصة سيدنا يونس عليه السلام وكتبه الكاتف فداء الشندويلي ويعلق عليه المجموعة من اشراف عمر بهجة واخراج دعاء صلاح وطبعاً هذا المسلسل يحمل قيمة دينية عظيمة وهي القصة التي حكاها لنا الكرآن الكريم قصة سيدنا يونس عليه السلام والذي كانوا يسمونه يونان وزنون وكان نبياً كريماً أرسل الله تعالى إلى قومه فرح يعزهم وينصحهم ويرشدهم إلى الخير ويذكرهم بيوم القيامة ويخيوفهم من النار ويحببهم في الجنة ويأمرهم بالمعروف ويدعوهم إلى عبادة الله وحده ظل ينصح قومه فلم يؤمن منهم أحد جاء يوم على سيدنا يونس عليه السلام فأحس باليأس من قومه وامتلى قلبه بالغضب عليهم لأنهم لا يؤمنون وزنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه كان يونس غاضباً من قومه فذهب إلى شاطئ البحر وكرر أن يركب سفينة تنقله إلى مكان آخر ويتركهم لم يكن الأمر الإلهي قد صدر له بأن يترك قومه أو يأس منهم وظل يونس أن الله لن يوقع عليه عقوبة لأنه ترك قومه غاب عن يونس عليه السلام أن النبي مأمور بالدعوة إلى الله فقط ولا عليه أن تنجح الدعوة أو لا المفروض أن يدعو لله ويترك مسألة النجاح أو عدمه لخالق الدعوة ركب يونس عليه السلام السفينة فغالبه النوم من شدة الدعب ولا يكاد يستسلم فيه للنعاس حتى يفيق فزعاً بلا سبب مفبوم حان وقت المد ورفعت السفينة حبالها وانسابت على وجه الماء مبتعدة عن الرصيف مضت السفينة طوال النهار وهي تشق مياهها هادئة وتهب عليها ريح طيبة وجاء الليل على السفينة وانقلب البحر فجأة هبت عاصفة مخيفة كادت تشق السفينة وبدت الأمواج كمن فقدت عقلها فراحت ترتفع وتهبط راحت الأمواج تكتسح سطح المركب ووراء السفينة كان حوت عظيم يشق المياه ويفتح فمه صدرة الأوامر إلى أحد الحتان العظيمة في قاع البحر أن يتحرك إلى السطح أطاع أطاع الحوت الأمر الصادر إليه من الله وأسرع إلى سطح البحر مضى يتعقب السفينة كما تقتد الأوامر واستمرت العاصفة وزاد سراخ الرياح وهب يونس عليه السلام فزعا من نومه فرأى كل شيء في الغرفة يهتز صعد على سطح السفينة لم يكن يراه القبطان حتى قال سنجر الكرة على الركاب ومن خرج اسمه القيناع في البحر وكان يونس عليه السلام يعرف أن هذا تقليد من تقاليد السفن عندما تواجه العواصف هو تقليد وسني غريب ومن هنا بدأ بدأ بلاء يونس ومحنته ووجريت الكرة وخرج اسم يونس عليه السلام وأعيدت الكرة ثلاث مرات فلم يخرج إلى اسم النبي الكريم انتهى الأمر وتقرر أن يرمي يونس نفسه في البحر أدرك يونس ويعتلي خشب السفينة أنه قد أخطأ حين طلق قومه غاضبا وبغير إذن من الله سبحانه وتعالى وظن أن الله سبحانه وتعالى لن يوقع عليه عقوبة والآن فإن الله سبحانه وتعالى يعقبه وقف يونس عليه السلام على حاجز السفينة ينظر إلى البحر الهاج والأمواج السوداء كانت الدنيا ليلا وليس هناك قمر والنجوم تختفي وراء الضباب الأسود واشتد عواء العاصفة الغاضبة خيل القبطان السفينة أن يونس عليه السلام يتباطأ في إلقاء نفسه فنادى مسعديه وأمرهم أن يمسكوا يونس واترحوا في البحر وسقط يونس عليه السلام في البحر وجد الحوت أمامه سيدني يونس ويدفع على الموج فالتقمه ومليم وتلقف الحوت يونس من جوف الهاج إلى الجامع الجامع وأغلق أنيابه العاجية عليه وعاد الحوت إلى عماق البحر فجاء يونس بنفسه في بطن الحوت والحوت يجري به في جوف البحر والبحر يجري به في جوف الليل تصور يونس أنه مات فحرك حواسه فوجد نفسه يتحرك إذن هو حي لكنه سجين وسط الظلمات بدأ يونس يبكي ويسبح لله وبدأ رحلة العودة إلى الله وهو سجين في بطن الحوت فتحرك قلبه بالتصبيح لله وتحرك بعده لسانه وزال يردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكان الحوت قد تعب من السباحة فراقض في قع البحر واستسلم للنوم وبالرغم من هذا استمر يونس في تسبيحه لله لا يتوقف ولا يهدأ ولا ينقطع بقاءه وسمعت الأسماك والحتان والنباتات وكل المخلوقات التي تعيش في أعماق البحر صوت تسبيح يونس عليه السلام فاجتمعت كل هذه المخلوقات حول الحوت وراحت تسبح الله هي الأخرى كل واحد بطريقته ولغته الخاصة ومكس يونس عليه السلام في بطن الحوت زمنا لا نعرف مقداره وظل طوال الوقت يقول يقوم بتسبيح له يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وراء الله سبحانه وتعالى صدق يونس في توبته فأصدر الله الأوامر إلى الحوت أن يخرج يخرج إلى سطح البحر ويقصب يونس من جوفه عند الجزيرة حددها الله للحوت وبالفعل أطاع الحوت أطاع الحوت أوامر الله سبحانه وتعالى إن جسد يونس عليه السلام ملتهبا بسبب الأحماض في معدة الحوت وكان مريدا واشرقت الشمس فلسعت أشعة جسده الملتهب فكذا يصرخ من الألم لو لأنه تماسك وعاد للتسبيح فأنبت الله تعالى عليه سجرة من يقطين تقيه من أشعة الشمس ثم شفاه الله تعالى وعف عنه فنبزناه بالعراء وهو سقيم ومنبتنا عليه شجرة من يقطين وأفهم الله أنه لو لا التسبيح لظل في جوف الحوت إلى يوم القيامة فلولا إنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثه صدق الله العظيم كانت هذه قصة سيدنا يونيس عليه السلام مع الحوت وتقوم قناة النهار بعرض المسلسل كارتون يوميا وإليكم تردد قناة النهار وهو 1-2-4-3-7 1-2-4-3-7 رأسي معدل الترميز سبع عشر الف وقم سمي على القمر المصري صناعي نائل سن شكرا لكم